موسيقى 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 يبدوا يتعرفوا على النوعية التوب يعني وتتول عندهم مع الأقل إذا شافوا توب يعرفوا يفرقوا ما بينهما بين توب آخر هذا هو الأدف ينا إن شاء الله خادت سنسلة من الحلقة اليوم إن شاء الله سنتكلموا على دنتيل دي كالي نعم إذن هو الموضوع دينا اليوم وشو اللي كيميز هاد التوب على إيش كيم قدرون خدخه وممني كنجيبوها وإزافر المسائل بغن نعرفوها على دنتيل دي كالي نعم إذن هي الموضوع دينا اليوم معك إن شاء الله من خلال فقرة الموضة ما تنسوش فقرة بريكولاج اللي كتحمل معها أفكار واقتراحات كنتوصلوا بها يومياً من عند كل أوفياء من خلال صفحة برنامج سيداتي سادتي في موقع التواصل الاجتماعي في اسبكوك نقول لكم أنه التواصل ره مفتوح معكم دائماً من خلال هذه الصفحة فقط إلى دخلتوا لموقع التواصل الاجتماعي في اسبكوك وكتبتوا كلمات سيداتي سادتي باللغة العربية ماشي بأي لغة أخرى فكلينا صفحة واحدة رئيسي ورسني البرنامج وهي الصفحة اللي كتحمل شعار لإذاعة القريبة منكم ما تنسوش كذلك باب التواصل غادي يكون مفتوح معكم إن شاء الله عن طريق أرقم من الهاتفية اللي هي دائماً رهن إشارتكم كذلك عن طريق الرقم 5080 ما تنسوش في أول أسماس أو للرسالة اللي غدين تبعتوا بها ما تنسوش تكسبو كلمة ماذ تخليوا فرق صغير وتبعتوا بسؤال ديالكم وعليش اللي بأفكاركم واقتراحتكم لهذا الرقم نحن طبعاً قد نورو معاك للا خديجة الأولى فقرتنا باش نجاوبو المجموعة من الأسئلة اللي هي من التابطة ومتعلقة بالموضع نبدو بأول سؤال ديال أمينة من فاس أمينة قالت عندها قفطان ديال المبرى اللي هو عزيز بزاف والمشكلة أنه تقطع من الجهة ديال الفتحة اللي في الجناب يعني في الجهة اللي في التحت فهي كتسول وشكين شي حل باش ترجع تلبس القفطان ديال هاد المبرى من جديد نعم كي الحل هو إلا ما كانش تقطع إلا كان تقطع من الخياطة فرع عندها الحل أنها تعود تخيطه كان ماشي من الخياطة فعندها وحد الحل هو أنها تدير في ديال البليسة اللي تقطعت واحد الطريزة وتنبتها أو لوحد الوريدة تصوبها بالخدمة ديال المعلم تنبتها وتلصقها في ديال البليسة اللي تقطعت وغادي تبقى تلبس القفطان ديالها وغادي شي يباني التغيير نهائياً نعم نجاوبو على سؤال ديال ابتسام من مكناس في العمر ديالها 37 سنة قالت خدات تو بيج جلبة مليفة داك غوز بمبون كيف ما قلت وبغا تعرف شنو الخياطة اللي غتدير واللون ديال الفولاغ مع الساك وصبط هتجلبة بغتها العيد نعم العيد الفترة إن شاء الله الغوز بمبون سيتم بالكولاغ والا تندانس ديال هاد الموسم هذا فعند كتار حاليها أنها ترزها رباطي دير الغوز بمبون دياله الكلاغو الفونسي ودير الموز دير شعراشات بالخضر والفولار ديره في الموز لأنه أخدات واحد وكما تخيله يعني الغوز مع موز يعني كتلا واحد مغياج بيناتهم خزال نعم رجعي لك دائما خبيرة الموضة مصممة الأزياء خديجة الحجوجي ونتي حضر معنا اليوم في برنامج سيداتي سادتي على الإذاعة القريبة منكم مدغاديو فاصل إعلان ورجعنا أكيد على مدغاديو الإذاعة القريبة منكم باش نجوبوا على باقي التساؤلات في أولى فقراتنا اليوم مع خبيرة الموضة مصممة الأزياء خديجة الحجوجي خديجة كنت وقف نفسه وقال دير ويصال من خنيفرة ويصال قالت في العمر ديالها 24 عام خدات زوج ديال أتواب توب الول وساطة مارون فونسي بغا تعملوا جلابة أشنو الخياطة الي غا تدير واللون لي غا تدخل في الخياطة كان صح ويسال تويب ديال هات ساتة نديرو برندا تخدمو برندا تخدمو برندا ندخل فيه الباج انا مارون ديال ديالي هو الباج كلاير وده بطبيعة الحال سبات باج وفولة باج وساك باج غا تجيع اللبسة هائلة نعم بالنسبة للتوب تاني هو لولا فروس في شيا نعم توب تاني الي عندها فروس في شيا حتى هو بغا تجلابة إلا ما بغتش تديرو بالرندا لأن الرندا سي لغاند مود نعم والتندنس اللي كينا في هادل السيزن هي الرندا بجميع أنواعها نعم إلا ما بغتش تديرو بالرندا تديرو بالزيري ولا بمس تزيري ودخل فيه واحد شوي ديال اما الديقرادة او للموف والفولار دائما تبقى للاختيار تديرو في الغوص في الشيا غا تجي اللبسة مزيانة نعم السؤال يلسان أمن مراك شهاد المرة عندها 22 عام قالت البشرة ديالها قمحية ما بيضم وصمرة فهي بغت تعمل جلابة للحضور مورا العيد ومعرفتش أشنو التوب اللي غتتاخد أشنو الفصاله والخياطة والألوان اللي غتخدم بيهم سناء كان صحها تدير البروكار بروكار دوسوا كيجي هائل في جلابة للحضور نعم وتدير من تحت منه واحد الشبكة إن دونتيل ما مش دروري تكون دونتيل دوكالي المهم تكون إن دونتيل من تحت وتدير البروكار جلابة كيطرع صوتي كي يعطي واحد القيمة ديره واحد زياري ولبس فايف فقد جاء اللبسها كان ضمن مزيحا نجوب على آخر سؤال في طبعا الأسئلة دي المستمعين والمستمعات اللي كانوا توصلوا معنا حسنة منطنطن حسنة عندها 19 عام وعندها توب هو ديلة الشيطان فهي بغت تعمل منه غندورة دو بيس اللي تحتاني عندها في النواغ وتوب الفوقاني عندها في النواغ ولكن داخلين فيه ديموتيف بالصفر فشمو تقتر هاليا اللي خديجة تعمل هاد القندورة هي بغتها دو بيس نعم غدي تدير قندورة التحتاني غددره كحل النواغ والفوقاني هو اللي غدي تدير فيه ذاك لازم بخيمة غدي تدير التحتاني غير سوى فوم دو بدعية ايه هذا توب التحتاني اللي هو نواغ والفوقاني هو اللي غدي تديره قندورة كيف ما بغت فراشة او لقندورة عادية ويكونوا فيه اللي موتيفوا بالنسبة للخياطة كنصحها تخيطوا بسقل بيض ودير بغلاج بالارجنتي من الاحسن نحن تبارك الله لك يا الله خديجة مزل غدي نرجو لعندك ان شاء الله نتواصل مع المستمعي الكرام ناخدوا التساؤلات دينا نجبو عليها في الحلقة ديه اليوم هدلما غدي نمروا مباشرة فقرة بريكولاج نرجو مجموعة الافكار والاقتراحات وصل ليها من عند كل الاوفياء نبدو باول اقتراح من عند فاطمة من تيزنيت فاطمة اقتراح هاليوم كتقول باش نسمو البيض اللي احنا كندهنو به سواء بعض الحلويات لبسي طلاط صغار او لبعض مرات اللي حضرناهم في الدار او اللحتة بعض الانواع دي الخبز فدك البيض بزاف دي الناس كيتشكوه من ديك الزفورة اللي كتكون فيه باش كنزولو ديك الرائحة شنو كنعملو كنضيفو معاه اما روح الفاني الى عندنا في الدار الى كان على شكل سائل الى ما عندناش كنستعملو معا واحد الكمية صغيرة فقط غير يعني رس دي المعلقة صغيرة من دك سكار الفاني او لا كنضيفو معاه شوية دي القرفة ولا حتى القهوة سريعة الدوابان فهدو كلهم كينسمو البيض وكيزولو منو ديك الرائحة اللي عادة كتكون فيه شكرا لك فاطمة لالاقتراح ديالكو نفس الاقتراح هو من عند رشيدة بخصوص البيض باش كنزورو ديك الرائحة اللي كتكون فيه كتقطار حالينا فقط عصير الحامض كتقول راه غير قطارات من عصير الحامض كذلك يخليونا نستعملو البيض بلا ديك الرائحة اللي كتكون فيه نرجع القتراح تاني من عند فاطمة من تيزنيد فاطمة كتقول في حالة انه كترنا العطرية في الماكلة يعني ما كنا نزيد الملح كنعمله بزيادة ولا حتى شي حاجة اللي يحرب حلي بزار فمعدنا الا نضيفو على الماكلة واحد ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة ديك اللي ياوق الطبيعي اللي كيكون مسوس فهو كيمتص ديك الملوحة الزيدة او اللحة الماكلة اللي كانت حرب الزف شجرة لك فاطمة على هاد الاقتراح كنعرفوه مع شهر رمضان كيعملها رمضان للا خديجة ممكنش ندوقوه بعد مرات السيدة كتنسى واش عملت الملحة اللي عملت ماش كتعملها بعد مرات زوج دي المرات فهذا حل ملعقة صغيرة ديك اللي ياوق المرات من عند رشيدة رشيدة كتقول الشال اولى الفولاغ هو واحد القطعة مهمة للكل السيدات فباش كنحافظو عليه طريقة صبين اولا تنظيف ديالورها مهمة بزات باش كتنسحنا رشيدة كتقول معلكم ايه اللي تستعملوا زوج ديال المعارق كبار من صابون الحجرة محكوك كصغير ديال جيلدوش طبعا كنخلطوه مزيان وكنخليو داك الصابون الحجرة محكوك يترتب في داك الجيلدوش اللي احنا ضفناه من بعد كنضيفو معاه واحد شوية ديال الماء لي كيكون دافي يعني عيننا ميزاننا المهم انه ذاك الخليط اللي غادي نحصل عني نقدر نصبنو به ذاك الفولارات اولا ذاك الشال اللي عند السيدة كنصبنو غير فركة خفيفة بين الدينة فكتقول راه انا عندي فولارات ليهو ما سينين وما زال عندي هذه هي الطريقة باش كنصبنو كل مرة وكنحافظ عليهم اذا كنستعملو في واحد الخليط زوج معالق كبار من صابون الحجرة محكوك كالصغير ديال الجالدوش وكنضيفو معاه واحد الكمية ديال المدافع عيننا ميزاننا المهم انه ذاك الخليط غادي رغوي هدي مسألة طبيعية وغادي نحصلو لها عايكون على شكل كريم فكنقو نستعملو فكل مرة بغي ننصبنو الفولارات اولا اي شال عنا فالدار شكرا ليك رشيدة ونمشي والاقتراح اخر هاد المرة من عند المستمع الكريمة هي ام يوسف ام يوسف كتقول نصحتي الكل سيدات اليوم وكنعرفو انه البطبوط معمر صغير اللي كيكون معمر ضاروري كيكون حاضر في المائدة ديال افطار باش كتنصحنا ام يوسف كتقول بالنسبة الفروماج الحمر اللي كيكون محكوك ما كياخولش بلاستو لانه كنعرفو كنعمله في الفوق للا خديجة لما كنعمروا ديالحوشوه ذاك الفروماج محكوك نعمله من الفوق كيطيح ما كيبقاش قامض في البلاستو كتنصحنا ام يوسف كتقول ممكن تعودوه بذاك الفروماج اللي كيكون على شكل مربعات كنقطعوها على 4 وكل قطعة صغيرة كنعملوها هي اللي ولا في البطبوطة من الداخل هاد كنعملو الحوشوه فهكده كيجي عندنا المائدة قدير فروماج وكنكور مضي يعنيش مشي بحل فروماج محكوك ليو كيتاح ما كيقبطش البلاستو شكرا لك ام يوسف وغادي نمشيو هاد المرة الاقتراح اخر من عند عائشة عبدالله عائشة كتقول نصحتي لكل السيدات لما نبغيو نعملوه الطحين في الحريرة يعني كنبغو ندورو الحريرة بزف دي السيدات كيبقاو يتشكو انه داك يعني داك الطحين كيولي عشك الكويرات او اللي حبيبات صغار باش كتنصحنا عائشة كتقول معليكم الا لما تخلطو داك الدقيق مع الماء اول حاجة دوزو في صفايا دياللي داك صفايا صغيرة عاد من بعد عملوه في الحريرة فكتقول راه هادي طريقة ناجحة 100% جربوها ردو علي الخبار وكذلك يعني في نفس هاد الاقتراح كان كذلك ناصحة من عند المستمع الكريمة اللي هي ام يوساف كتقول انا بالنسبة للدقيق اللي كندور به الحريرة باش ما كيولوش في داك الكويرات او للحبيبات الصغار اول حاجة مني كنبغي ندير يعني الدقيق في الحريرة كتنقص العافية على البوطة اول حاجة كتنقص العافية بزاف كتولي عافية اللي هي مهيلة والكوكوت ديال الحريرة دائما فوق البوطة ومن اللي كتب داك تضيف يعني داك الدقيق في الحريرة فهي كتحرك بالطراب دياللي الطراب اليداوي كيخلي كذلك انه داك الدقيق لما كنضيفوه في الحريرة ما كيصبحش على شكل كويرات او لحبيبات نهائيا مشكورة كل السيدات اللي دائما كيتقاسموا معنا وكيتشاركوا معنا افكارهم اللي هي سهلة بسيطة ولكن فعالة بزاف ومفيدة فتحية لهم جميع ومشاء الله شهر رمضان الكريم شفت كل مستمع كريمة كان ساخا احتفل افكار ديالهم تلقى كل مستمع على الاق شهرين بعد المرات ديالا اقتراحات والنصائح ومشكورات على المسألة هكيد وهذا وطور ديالبرنامج سيداتي ساداتي انه يكون مفيد وانتقاسموا مبعدنا كل افكار وكل اقتراحات اللي كتكون سهلة وفعالة كيفما قلته مفيدة سوف نتواصل مع المستمع الكرام وارقمنا مفتوحة 0522-642-7250-5152 أو 0522-4400-09 سوف نتواصل مع راباب معنا من مدينة فاس اهلا وسهر عندك راباب اهلا وسهر عندك راباب اهلا وسهر عندك راباب اهلا وسهر عندك راباب الحمدلله الحمدلله محبابك راباب أول شكوم بروكة وانتما ان شاء الله بلكتلنا يابي امين ايه ايه نجوبك ان شاء الله راباب شكرا لفترسلتي معنا من فاس وان شاء الله ربي يكمل بالخير طبعا لكل ابنيتات اليوم كيوجدوا لانه العرس دينا ما غيكون من بعد شهر رمضان كريم ان شاء الله حيا زوجي سعيدة القواة كيفما تمنيتوها وكيفما تخيلتوها باش غنجوبوا راباب للا خديجة ايه 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 يا رب امين لكل ابنيتت ان توصلوها اتمره مع حنان على الخط من مدينة الدارة البيضاء اهلا وسهلا بك حنان حنان اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حنان اه وسم وبركة رمضان كريم اه 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 انا سحمر احاولك نتصورك اليوم عدا سأدل حدو ايه مرحبا بك مرحبا حنان اه عندي واحد شويت المليفاق ديتو بكوهات ايه ومزر ما اخطيت شي تخيطي يالله بايت ناخد زمعة تعتين شي فكرة بس نخيطه انا اللون ديالي بنا وبين ما بيضاء مصمرة بغيت يجلابة بغيت يجلابة حنان اه ووزن ديالي بعيد شوية ما غالا يدار واخا نجوبك ان شاء الله حنان شكر لك توصلت معنا من مدينة الدارة البيضاء وكان كذلك اسمس من عند حياة للا خليجة في نفس سؤال يالحنان قالت انا البنية ديالي ضعيفة بزاف الوزن ديالي يالله ربع وخمسين كيلو وطويلة بغيت غير نعرف اشن الفصالة اللي كتجيني في جلابة نعم اه في السلح اللي غاتجيها في جلابة غدي تدير ايفازي ايفازي نعم غدي تحبطها شوية مولانط من الفق وغدا وهي كتعراض مش تبينها شوية وافية وكان ضدنا 54 كيلو فما يشي حاجة اللي هي خيبة فتباك الله طايم زيانة ديرها ايفازي وغدي تديرها مزيانة بالنسبة الحنان بالنسبة الحنان عندها المليفة غاتلي في الكوغاي فكان نصحها الاطلاق افسد women اتظارك عين الكوغاي solo ضع معاها سواء كانت مرة بيضة او خمرية او 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 غفلي هو الفيق او فهد الالون خدمنا بهم منين يالله بانوا وما كانوا بين انقدام غير وكان دابة لطندنس ديالهم او الناس كي يبسوهم بزف فأي مرة لبست هدللون كي يواتيها ويجي معها فكانت حيائي اما الترزها او لديلها الرنب وانا سؤالي للا خديجة بالنسبة لكوغاي شكل كيتواتي معه اكثر باج او الفير او الابيض الباج الفير او هاد الالون كلها كتواتي معه حتى الكوغاي من اللي كان خدموه بسقلة سارة او لبالكارتية فكيعطيه واحد الشكل مهم نعم انتوصلوا هادمرة مع توريا معنا على الخطة اهلا وسهلا بك توريا مرحبا بك معنا توريا هلو اهلا وسهلا بك للا توريا سوميا معك سوميا من كاغا سوميا من مدينة الدار البيضاء اهلا وسهلا قالوا لي توريا مرحبا سوميا اهلا بك شكرا جزاف على هذا البرنامج الشيق اللي كانت سنوه حتى الوقت دياله انت يجي بس نتولي ربك لك توريا شكرا الحمد لله شكرا لك بغيت نسول الاستاذة اللي معاك لاخديت واحد توب العيد ايه توب في اللون ديال باستاي وخا بغيت نعرف انا انا خياطة بغيت ندير اللون في اللون مهم بغيت نعرف واش زيان وصاك وسبطات انا لون نديرلي وخا بغيت يجي لابة توريا اه معدتي لك شنوعية ديال التوب النوعية ديال التوب واش مليفة واش فالانتينو وخا نجاوبك ان شاء الله شكرا لك توريا سوميا شكرا لك توريا وخا نصب ديال السوميا غادي تخيطو باللون في اللون ديال ديقراضي دائما من اللي كانوا نحلو في اي لون اللي ما غايمكنناش نديرو معا واحد اللون اللي احنا كان بغيوه فكان مشو دائما ديقراضي اما الفونسي اما الكلاخ بالنسبة الخياطة اما كيف ما قلت يا اما غادي ترزو او لا تديرو بتزيري او لا تديرو برانتا وبالسبات والساك تاخدون في البلونكاسي فهذا غادي يجيو هائلين مع هدلا كلها اللي اخداد مرة مها اه شكون معانا توريا او لا سوميا معانا سوميا من سمارة هاد المرة اهلا بك سوميا سلام عليكم اختي وعليكم سلام ورحمة الله انا اختي عوالت لكم بروتا امالي نوع عليك مرحبا بنا زيال سمارة بارك الله بك اختي الله يطول امرك وكن شكرككم بزاك الى هذا البرنامج شو مرات؟ الحمد لله مرحبا بي وكن شكروبا انس اللي يخدمي وكن شكرهم بزاك نلعافو وشكرا لي يارب امين مرحبا اختي بغيتم اكتما مدم خاليفة في الجيو جيو خيت اللي اللي كنقولولي حلول لون فنة بنا با بكل يون بحلي شنة بحلي الخزي الخزي بني مش الخزي الصور اللي يكتكون في مرات حنا معد ما كتخلط وكتع كتتعملي يعني في ليد ايوه الغوش بغيك بغيك الوخ نعم الساك وسباط اه نعم هما اللي غاديجوك ما هاد اللون هاده، لان انا فاصل الصيف و ساك باج وسباط باج غاديجوك هائلين ما هاد اللون هاده فلا درا دائما درافلون دي الجلابة. شكرا لك سوميا كنت معانا من صمارة معانا اسمسة للا خديجة من عانت صباح كتقولي شكرا نغتي عفاف على كل فقر دي البرنامج وموفيد وتحيير كل حادقات لي كنستفد معاهم. انا بغيت نسول للا خديجة على الحزام اللي كيتدر القندورة باش تنصحني واش نعمل الحزام دك اللي كيتدر الداخل او لا نعملها مقبوطة كتسولي الحزام دي القندورة كيف خصو يكون. فالقندورة عندنا بزاف ديال ديال الطرق باش غندلوا لها الحزام. يا اما الجيم هنا جهة تلتا تهبط بواحد تلتا واربعين سنتيمات خطى الجهة تلتا وتخيط واحد الجوش ديال طرف ديال توب ملداخل ويتعقدو ملداخل بحال القندورة الزمان. نعم. يا اما الوقت اللي غا تكون كاتخيط القندورة تخلي فاحد الجوش ديال ديال تقيبات صغار بحال. بحالة دوكت قيبات ديالا ديالا شميز غيرهما يكونوا 4 او 5 ديال سنتيمتر وتدير فوق منهم واحد صمتة يا إما صمتة تقدر تدير صمتة ديال الشلد يا إما تدير حزام وتتحزم عليها فهذه الأنواع اللي غنقدر نعطيها ديال الحزام ديال فوق القندورة نعم نتوصلوا هاد المرة مع جوهارة معنا من مدينة فاس أهلا وسهلا بيك جوهارة أهلا وسهلا بيك جوهارة مرحبا بيك مرحبا بيك جوهارة نعم جوهارة سمحت لي أن أحدك صداع رفعي الصود لك أكثر جوهارة باش نسمعكم زيان أطلقوا أحد عبايا خضرت قسل بيكتران مباشي الظلي منها عبايا خضرت قسل بيكتران نعم عنديك سؤالة أخرى جوهارة ساة أخيتي شكرا شكرا لك توصلتي معنا طيب إن شاء الله قد نجو بك في الحلقة دينا المقبل ونحطك مجموعة دي الاقتراحات ودية الحلول لما كتكون شي لبسا عزيزة وكتقصة كده للا خديجة فكيكون لدينا مشكل نتواصلوا مع خديجة لناخدوا سؤالي لهذا المرة من مراكش مرحبا بيك خديجة سونم ولكن شكرا للاخت عثاف وشكرا للخديجة الجوجي على النصائح التي كتبت عنها شكر لله خديجة ومارحبا نضخ الكتب في الحوالي نصب على هذه الأشارة لا يخلك عندي سؤال للخديجة مرحبا للا خديجة عندي واحدة الزربية في مدين الحمر ومديل القرونة كان لولد عندي قلب لي عليها صباغة في الكحل. ايه. اعرف تقريبا غي سبت لي فات. وكنت درت ليها دوليو في اللول. ولكن ما ما خرجتش زوينة ومشيت لعند دروغري قال يدري ليها ليسانس. ايه. درت ليها ليسانس وشوية ما تقاشدك كيف مما كانت في اللول. نقصات ايه. نقصات ولكن قلت لي الحلو مصخا. وخا نجوبك ان شاء الله نجوبك لي لخديجة. شكر الليك توصلت يا معاني المدينة من راكش نرجعو المدينة فاس مرة اخر باش ناخدو سؤال دي الفاطيما هدل مرة. اهلنا وسلام بك فاطيما. سلام عليكم شكرا الاخت عاصف وشكرا النادم خديجة. مرحبا وسلام بك فاطيما. مرحبا. لي خليك انا يا عندي جوج بنيتا ديالي وبنت ختي بغيت نخيط ليهم قفيت مات. مرات يقول لي عقلين دي لهم قفيت مات. مراتي بغن ديليهم عبايا فعراشة بقفيت ملت. لا. ايه. وده بعثك عندي توب موسلين في الموز عندي توب في الغوز. الموسلين في الغوز. وتوب ديال فالانتشينو في الغوز. ولا هورس بحالة. بحالة المور بارد. مهم. ما عرفت شنو شنو خلرت. غير فاطيما. فاطيما حتينا عمر ديالبنيتات شحن عندو من عام. البنيتة الكوبيبرا عندها خمس سنين. خمس سنين. والبنيتة صغيرة هي بنت ختيت قريبون قد عندهم عام عماين وسبع شهور. موخة. عامين ستشهور عامين سبع شهور. موخة. نجاوبوك ان شاء الله فاطيما شكرا. خليك عندي واحد اللبسة. هي الحرير ديال الدودة كنت صبنتها. مهم. وما نشرفهاش ببلغة صغيرة صغيرة صبنتها وضغط القولي اللي وعند شي بشي. مهم. مخاولي تصبنت ادك شي بقى دك شي بقى دك شي تعلق شي بشي. مهم. فيها لتكلي. شكرا عبداليك. العفو. شكرا لك تواصلتي معنا من مدينة فاسة فاطيما. انا لو بسؤول اول ديالبنيتات. 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 ديالبنيتة واحدة عند خمس سنين. اه غادي تصوب لهم قفتنا. ثم ما تصوب لهم ش فراشات او العبايات. لانا مباقين صغر على هاد العباية والفراشة. اه غادي تهعلاش. لانا القفطان اللي غا تصوب لهم قفهيطان غادي تدل لهم القفطان طويل. وغا تقدر تخملوا من 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 جلائل. وتخملوا من الكمام. وغادي يقدر يدوم لها تلبسوا هاد العام. وعود تلبسوا واحد ثلاثة ديالس سنين. أبخي. اما لقدرت لها العباية فخصت تديرها لها جيست جيست. غادي تلبسها غادي شهرين تلت شهر. ثلت شهر. فاحرام ما دك شي بقي داع. فبالنسبة لها ديالس سيدة كنقولها تدير لهم القفطان. ما تدير لهم شعباية تدير لهم قفطان. والبنيتة الكبيرة تدير لها لمسلين. والبنيتة الصغر تدير لهم التوب اللي شوية غيجي. اللي غادي تحمل. اناهم لطاحوا او لطيحوا عليهم شي حاجة. او لدك توب كيكون شوية قابل باش يتصبن. اما بالنسبة للبسة ديال هذه الحريرة الدودة فما عندي لهاش الحل. ودائما انا كنصح دائما اي لبسة. اي توب. يعني ما الاحسن يمشي عند البريسينج لان البريسينج يسهل لنا الامور. وكي يصب الحاجة الساك وكتبقى الحاجة في لونها وكتدي. لان الناس بزاف الناس خاطئين. لانا مليك تسدي الحاجة البريسينج را كيتوال عمرها شوية. را كتبقى يتلبسيها وتلبسيها. ولكن كنت تصبنيها فضال. كتكشف. كتبهدل ما كتلبسيها مرة واحدة او لجوج. احنا معناش فضالش حاجة بروفيسيوني. معناش مشينة الالافة بروفيسيوني. معناش بالفغة و بروفيسيوني. ان الحاجة كي قد ديبيني دي كنتي كتشوفي فيها لقبل واحد عشرين او ثلاثين درهم او لحت خمسين درهم. وكيكون المشكل كتر لنا خدجين لما كتكون ديك اللبسة مقيمة غالية. هذا هو المشكل. ما كنش فمال. مش حال غاي سبنها خمسين درهم ماكسيمون. ما كتصبك دائما. وغديت بقاها دائما. مناسبات. ما كتكونش صابون ديها دائما. وخا. نمشو هادمار نتواصلو مع المستمعة الكريمة اللي هي مريم من مدينة الضار البيض مرحبا بك مريم. مريم معنا. هلو. اهلان مريم. اهلان اختي عسف. مرحبا بيك. الله يبرك فيكم. مبركة اواشركم. علينا وعليك ان شاء الله. والمصممة الكبيرة دينا الرائعة. اللي يخليك لله. عندي للا عسف عندي اقتراحات وعندي شي طلابات. وخلو دول اقتراحات مريم نفيدو بيهم الناس او من الوليد. مرحبا. مثلا الكوكوت. مني كنا نحيدو لصفارة كتخلق لنا واحد صوت مزعيج. ايه. 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 مرحبا بتكشي كي يخسر. محبا. بدل من نحيدو مني كنحيدو ديك الصفارة كنعودوها كنحننديرو كاس. مهم. يعني مني كنديرو الكاس كيبقى ديك للافابور وصفت الكاس. نعم. ما كيطلعش لينا للافابور لصفف وما كيعطيناش دك الصوت المزعيج. ربما يا جيما 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 انكلها و كنقاحك في المرض كيكون راجلة كيتفرجوا لشي حاجة. نعم. ايل بيك صفارة قت يقولك صدعتينا. وخة والكاس اللي ما كنعملوه في بلصة دي السفار كنقوا وقابتين وبيت دينا ولا غير كنحطوه كنحييدو كنحطوه كنحييدو ماشي مشكيلي لا كنقع شي كاس صغير وكتحطي تحييدي كنشي كاس كبير خسيلي اللي طاح تشدي بيدي ولكن اهلا بينا كنحطوه صافي وكنخلي اكثر يكن بكشف تبارك الله عليك وهذا حلو لضمانتي كامريو لضمانتي انا دمر كندير هذي يعني الصعب كيبقى هاني ووتن ودنين كيبقى هاني ساني اقتراح عندك اعتي السيدات بارك الله الحاديات يعني الفران دكشي كتوقيهم كيتحرقوا من يديهم او للوليدات الصغر وشي حاجة احسن حاجة انها تبرد دك الحريق وما كتخليش تاتراس ايها الماطيشة كتبدي ماطيشة من تلاجة كتقسميها على جوج كتبقى يتحقيها على ديك الحرقة عرصي كتبرد دك الحريق بوحد طريقة ما ينقوش لك هائلة وثاني حاجة انها ديك لاتراس يعني كتبقى يقش ركحلة من بعد مني كتبقيتمشي الحمام وكتشوكي ما كيبقاش دك لاتراس نهائيا وهادي طريقة فعالة فعالة جدا ونا ديما نكن ديها وما كيبقاش في لاتراس واخش نور اقتراح ديالك التالتة مريم شوف دائما يكاقول ان الحرق على حسب الدرجة فكنا حرفونا الحرق كين درجات والبشرات دي الكل واحد هنا وغير سمحيلي بالفعل انو البشرات دي الكل واحد هناك تختلف ربما انتي موكين ما تشو وفقاتك ولكن تقدر الناس خورين متوفقهم مش ركنا نعرف اتعافات اولية بشكت بردك الحريق وبشكت ادي اتعافات اولية شنور اقتراح ديالك التالت اقتراح التالت عندك الخرقة ديال الحمامية الله كنشلوها جديدة ايه ديك الجودة ديالها تبقى ديمان كنشلوها في فريقو ليلة كاملة كتبت في الفريقو من البعد ركت تحكي بيها مين تلسينية كتبقى جيدة يعني ما كتلقيش مشكل معها تبارك الله لك اوه محدود زوجيارك بيها كامرية بين اقتصادية بين امر اقتصادية زمان لا ضروري لما كتل انسان اقتصادية لا ينتحج هاد شي اللي بغا هاد زمان طبيعي تلحال مرحبا بيها كامرية مشنو اسوال ديالك عندي جو جديل اسئلة عندي واحد تكشيطها باسميته بالمبرى تخضر لي شوية غامق و بغيت نخيطها معرفتش انا ماشيشي مغليضاش مرقيقاش يعني ما بغيتش ندير ليها شفالة لي جيني شوية مشكله و شنو نوع ديالخيطة اللي نديرليها و تاني اقتراح عندي واحد ولكن غا سمحيلي بالنسبة لسؤال ديالك الاول مريم التوب التحتاني حتى هو عندك؟ التوب التحتاني كين وخا في نفس اللون؟ عندي نفس اللون فيهم وتانية تانية السؤال وعندي الشبكة الشبكة من نوع الجهيد جاتني من فرنسا وعزيزة ولكن خيطة في عرتي في الفين وواحد يعني وبالقفولة يعني عندها القفولة يعني كعرفتي ذاك الخياطة اللي كانت بالقفل اه وطويلة شوية وعندها لكمام عراض وذاك شي يعني لكان ممكن شي طريقة باش تبقى عندي ذاك الشبكة ونبدليها الصالة ديالة يعني لكان ممكن نجوبك ان شاء الله مريم اكيد شوكرا لك تواصلتي معنا شوكرا لك اني كنت معنا مريم وان شاء الله نجوبك لأسئلة ديالك اليوم حاضرة معنا خبيرة الموضة مصميمة الازياء خديجة الحجوجي باش تجوب على كل اسئلة كميك تتعلق بالموضة ان شاء الله مجموعة ديال الرسائل اللي معنا بالسماس كديرك سنجوبو عليها لخديجة نبدو بسؤال ديالها الاول اللي هو تكشيطة ديال المبارف الخضر هو بيلي يا مريم اليوم غلوفو معها شوية حي تعطتنا بعض اقتراحات اللي غادي ن نستعملوهم يعني اتكشيطة ديالك الخضراء اه اه كان اقتراحاتك تفصليها في سالة ما تكونش ايفازي بزاف تكون ليجر ما ايفازي غدري واحد خمسة واربعين في الربع ديال اللبسة التحت وغالي تخيطيها بالسفيف بسقلي والزواق بسقلي ساري لان هذا اللون كيتمشى بزاف مع سقلي ساري نعم هادي بالنسبة للبسة ديالك الخضراء اما بالنسبة للشبكة ديالك اليها انت تقدر في العرس وعندك عزيزة ومو بغيت يشتفرت فيها. فالحل البسيط هو انك هي غادي تفضقيها كاملة. وغادي تعودها تديها لعند الخياطة ديالك. وغادي تعودها لك بالفصالة ديالك لتندنس لكي ندابة. وغادي لها واحد القفيتين من غير القفطان اللي كان فيها. وغا تعاودي لها واحد الحزام من غير الحزام اللي كان فيها. باش غا تمتعب واحد اللبسة جديدة وبصحة وراحة. وشكرا على الاقتراحات. شكرا لخديجة معنا اسم اس هاد المرة. من عند ساميره من مرة. كيف تقول عفاك انا عندي توب ديال تكشيطة. خدمت تكشيطة باللوينات اللي كانت تعططني الاقتراحات ليلة خديجة طلعت غزالة. بقى عندي مشكل في الحزام. بغيت غير نسولة على هاد الموضة اللي كانت ديال الحزام اللي كيكون ديال المعدن. وش كي يجي مع كل شيء اللباسي. نعم. الحزام ديال المعدن. كنت صفر اللبيض. نعم. الحزام ديال المعدن إلا بغيت ديرو خصا تشوف باش مخيطة اللبسة. كانت مخيطها بسقل ساري أول الصفر. كتتاخد حزام ديال المعدن في الصفر. كانت مخيطها بسقل بيت. كتتاخد حزام ديال المعدن في الابيض. نعم. نشوفو غير اللون. نعم. نشوف اللون فهو مزيان غير حاجة واحدة. حاجة واحدة. هاد الحزامة ديال المعدن. دائما مني نبغيو نتحزمو بهم. غادي ناخدوا شوية ديال الكولة. لأكول سبيسيال. وغادي نغلفوهم من الداخل بواحد الطرف ديال التوب حياتي. توب عادي. ونتحزمو بهم. لان بعض المرات تلقى ذوك الحزام مع العرق. كتلقو إلينا واحدة شوية ديال الصداة. أو كتلقوه لبسة ديال 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 داك ديال ديال معي تتعال ديالهم وكتولي لنا اللبسة خسرة. فهذه نسحة لكل سيدات. اللي بغو يتحزمو بهذه الحزامات. نعم. و تبارك الله لك ربما احتل سيدة هتكون مرتاحة كتر لانه لدك المعدين ما كتحش به يعني الى تغلف من الدخل احسن يتغلف او ليلة كانوا في شي تقيبات تقدر تاخد طرف ديال توب وتخيط عليه دك توب وتتحزن به باش تتحافظ شوي على اللبسة ديالها وباش امام طمية نعم انتو وصلوا هاد مر مع ام يحيا معنا من العيون اهلا و سهلا بيك ام يحيا اهلا بكم رمضان كارم اليكم فيدا شكرا عليك سحو السلامة بغيب غير نقدر اه 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 تقطار هالية مصميما رائعة خدتنا هذي اه بغتنا اخدت اللعبات اه بزيف ونطلل لسفات اللي ايه مساء الله وخا ام يحيا اه قولينا شو من الوينة اللي عندك من قبل يلج اللابة باش ملعطوك شو نفس القصيرات اللي ما عندك من قبل عندي الزيتي وعندي البيل وعندي المعفو قل لون دياله هي وخل لون ديالبشار ديالك ام يحيا انا اللون البيضان ما في مراعا دي يعني وخا نجاوبك ان شاء الله شكرا لك ام يحيا وخا نجاوبك ان شاء الله ام يحيا شكرا لك توصلت معنا من العيون فالعيد ان شاء الله عيد الفترة السيدات كلهم تقدروا بيسات وجليبات من دابة الله يخلينا على خير الله يخلينا على خير بالنسبة لهذه السيدة عندنا نختار حلال لون الموف كلاير فهو تندانس مزيانة لهذا موف كلاير وتخيطو يا ايما براندا اولا بالطرز اولا بالنص زياري اولا بنص زواقا نص دوق باللون دياله والديقراضي دياله وبنسبة الفولار تاخدو في النفس اللون ديال جلابة والساك والصباط كيبقى عندها الاختيار الى عندها الباج في البلاكار ديالها الى عندها البلون كاسي في البلاكار تلبسوه ما عندهاش تاخدهم فهدي مناسبة الصيف انها تاخد الساك والصباط بالباج وغتبقى تستعملهم في جميع المواسم الصيفية ان شاء الله نعم وخمعنا اسمس كذلك للخديجة هاد المرة من عند ام الورود ام الورود كتكون شكرا لكم على الفقرات دي البرنامج كل هرها مفيدة مياه في المياه كنشكركم بزاف ورمضان كريم بغيت نسول للخديجة على البيسة اللي كتكون تخوى بيس واش مازال صالحة لهذا الصيف او الليلة نعم صالحة البيسة تخوى بيسة نعم البيسة يعني جلابة جيلة غايكون صروال جلابة جيلة شحاجة بحلقة احنا اضحنا نخطينا نعطينا البيسة تتحمل شوية الحرارة نعم غير الحرارة غير يكون الالوان موالمين وتكون نفس الخدمة سوية انسامبل وتكون نفس الخدمة باي كيف يحصلون بالنفس السفيفة بنفس الزواق بنفس باش تكون انسامل تكون لبسات خوة بيس نعم تبارك جدا خديجة نمشو معك مباشرة لموضوعنا اليوم في سلام الحلقات اليه خاصة بالاتواب اليوم توبلي غنتكلمو عليه اليوم غنتكلمو على واحدة توبلي عندي انا عزيز شخصيا وكان خدم به دائما يعني فيما كتشوفي الباس ديالي كتقايدة خلافي خديجة الحجوجي فهذا فيما ماشي مشكل نهضر اليوم السيدات المستمعات على هاد لدنتيل دو كالي انا كلشي الناس يعرفوها ولكن نعطوهم بعض المعلومات عليها فبالنسبة للدنتيل دو كالي فهو واحد انتسيو دولوكس واحد التوبلي هو يعني فيه الهماء فيه الهماء فيه الهماء فيه الهماء هو اختزانال ان مامتان فهذا التوب باقي لحد الان يعني من قديم الزمان وهو باقي لحد الان كي تخدم بالطريقة التقليدية واحد دنتيل دو كالي اسمينا دنتيل دو كالي نسبة لواحد المدينة كي نعطى في جنوب فرنسا في الشمال ديال فرنسا اللي ما بينها بالحدود ديال انغلترا فهذا المدينة اللي اسميتها كالي هذوك الناس الي خدامين تماء الناس الي ساكنين في ذاك المدينة كلهم كي يشتغلوا على هاد لدنتيل دو كالي فهو مصدر العيش ديالهم والعبور لأنك كما تعرفي تمكن هذا التخط اللي كيقطع ما بين فرنسا وما بين إنجلترا اللي كيدوس تحت البحر فمعظم الناس اللي خدامين في ساكنين في كالي فهم كيش المصدر العيش ديالهم هو الخدمة في دونتيل ديالهم والخدمة ديالهم هي العبور فهذا هو مصدر العيش ديالهم نعم فبالنسبة للدونتيل ديالهم هي واحدة طوب اللي هو راقي جدا وما كي تتخدم بطريقة تقليدية كيف ما قلت لك ولكن علش هو باهايد التامان لأن كتدخل فيه اليد العاملة بزاف كيتخدم باليد وخا كنخدموه بالآلة التقليدية من بعد ما كنحيدوهم الآلة التقليدية كنزيدو نخدموه باليب كنزيدو نزوقوه وكنزيدو نديرو فيه ديموتيف وكنزيدو باش كيعطينا للدونتيل ديالهم هاد الادونتيل ديالهم هي كالقاوها مصوبة من السقلي لفي الدوغ سقلي بيض في الدرجان وسقلي سفر في الدوغ وكنقدروه هي على شكل نسيج كتخدم من سوجة على شكل نسيج يعني كنقدو نلقاوها مخدومة غي سقلي بوحدو ونقدرو لقاوها مخدومة ميكساج ما بين السقلي وما بين الحرير وكنقدروه لقاوه ما بين السقلي بيض وسقلي سفر والحرير ونقدروه لقاوها غير ديال الحرير فهذا دنتل دوكالي اللي هضرنا عليها دابا فهي شوية كيف ما قلت لك باهدة ديال التمنى شوية تمان ديالها مرتقى نشوف كينين بزاف ديال المناطق اللي فيهم دنتل ولكن ما سميتها دنتل دوكالي اي لا بغينا نعرفه دنتل دوكالي فهي الحقيقية اللي جاية من كالي كينة دنتل كنجيبوها من إيطالي كينة دنتل كنجيبوها من كوريا ولكن لا علاقة عندها مع هاد وشنو الكيميزة كيفاش يقدرون انقادرون فرقوا مبيناتهم للخديجة ميزة بأنها ما فيهاش العرض بزاف العرض ديالها كيتتراوح ما بين 90 متر و 20 حتى المتر و 40 ديال العرض والكوبان ديالها كالقوا فيهما ب 4 متر و 5 متر و 5 فكيف ما كنت هدرت في الأسبوع اللي فات على لاجي بور بأن لجراند ميزان دو كوتور في خي يخدوها ويستعملوها فلا دنتيل دو كالي تهيه كاتتخاد وكاتتستعمل في لجراند ميزان دو كوتور في الإتالي وفي لانجلتر وفي فرنسا وفادا ولكن كل واحد على سا ديبون دلاتوش ديالو اللي غادي يدير في هاديك غادي يخدم بها ديك لدنتيل دو كالي فاحنا مثلا في المغرب ضرور يخصنا واحد 4 متر ونص 5 متر لأننا كنديروها تحت من القفطان كنديروها فوق من القفطان كنديروها ما بين قفطان وقفطان بعض المرات اللي كالقودرنا منها غير الكمام أو لدمرنا منها غير أمبسية أو لطوك ولكن بالنسبة للدوال الأوروبية فحتى هما كي يخدموا كي يخدموا كي يخدموا 4 متر ونص 5 متر ونص ولكن الأغلبية في غوب دي مغيية كي يخدموا إنكموا واحد 2 متر يعني كتكفي في المنش وكتكفي في البس في الهو ودفن ودو وكتكفي في غوب وكتكفي في القفطان اللي احنا مغاربة دخلناها يعني فردناها ودخلناها في القفطان المغربية دينا ولت يعني كتعطي واحد الشياكها إلى القفطان يعني القفطان كتقدري تشوفي قفطان عادي ولكن من اللي كتشوفي من اللي تحت كينا فاستان ديال دنطيل دوكالي فإذن ذاك القفطان أوتوماتيك موفنا دارك انتك تطلع القيمة ديالون بالفعل نعم سبارك الله عليك يا لخديجة الألوان اللي فيها موجودة بكل الألوان الألوان موجودة في جميع الألوان الألوان يعني الأسود الأبيض ولكن اللي مزيان فيها هو اللي كتكون كلها نصوبة بسقلية إما في الضغ نعم دهبي أو لا بالأخشنة نعم سبارك الله عليك يا لخديجة الله يبارك فيك وكين بزاف ما يتقال فيها نقدرون نخلي وشي حاجة للأسود إن شاء الله إن شاء الله فهي واحد التوب اللي هو مزيان وكي أجبني أنا بزاف شخصية نعم وقلت راه كيميز تصاميم ديال خديجة الحجوج ضروري كتلقى ديك اللمسة حاضرة ضروري ضروري كيك أنا كتجبني لها دنطيل دكالي شكرا لك خبيرة الموضم وصممة الأزياء خديجة الحجوجي على كل المعلومات لك تجتهدي وكتعطيها لنا في كل حلقة معاك ونصائح ومعلومات نستبدو منها جميع شكرا لك شكرا لك أمير عفاف ماجد كانت معكم في الإعداد والتقديم مجدولين على مرئة رفقتني في الإخراج وسامحة في استقبال مكلماتكم سيئا مقبول إن شاء الله